في العاصمة الروسية موسكو مؤتمر تخصصي لعدد من الشخصيات السياسية والمختصين تحت عنوان الأزمة السورية في علاقات روسيا مع الغرب أكد المشاركون فيه أن مشاركة روسيا في محاربة الإرهاب بطلب من الحكومة السورية دفع العديد من الدول الأوروبية لاعتبار روسيا عدوا كونها تقف في وجه تحقيق أهداف تلك الدول من خلال نشر الفوضى ودعم الإرهاب أعتقد أنه يمكننا توقع بعض التغيرات في السياسات الخارجية للولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط وهذه التغيرات يمكن أن تشير إلى بعض الانعكاسات في العلاقات الروسية الأمريكية وفي سوريا اليوم لدينا الكثير من الاختلافات تملص الولايات المتحدة الأمريكية من التزاماتها بفصل تنظيم النصرة الإرهابية عما تسميها المعارضة المعتدلة أدى إلى تقويض فرص انطلاق جولة جديدة من الحوار السوري في جينيف أظن أنه في القريب العاجل من الصعب أن نتصور أنه ممكن عقد جلسة جديدة من المفاوضات السورية تحت إشراف الأمم المتحدة لأنه في البداية لابد من إقناع الأطراف المتنازعة بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات بعض المراقبين رأوا في الانتخابات الأمريكية ووصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية شرا أهون مما كانت تريده المرشحة الديمقراطية هيلال ترامب لكل من روسيا وسوريا أنا أعتقد أن فوز ترامب سوف يفتح بابا جديدا لعلاقة الروسية الأمريكية لأن ترامب يرى روسيا كشريكا على العكس من كلينتون التي دائما ما تصرح ضد روسيا وسوريا وخاصة موضوع منطقة حظر الطيران التي كادت أن تؤدي إلى حرب ما بين روسيا وأمريكا تستمر روسيا في سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بالتزامن مع محاربة الإرهاب رغم كل محاولات الغرب بالضغط عليها الأزمة السورية محور توتر بين روسيا والغرب فهل فوز ترامب يحمل انفراجا للأزمة السورية للإخباريات السورية من موسكو لبنى فيا